سام عبدو نمر 4 متحط عبدالهادي رقم 5 محمود العارف رقم 14 معتمة جمال متأخر وراء الارباة بتخطي الظهر لابس نمر 6 احمد سامي احمد سامي احمد سامي يشاور الكابتن عبد الرحيم ابراهيم من السودان عشان نبدأ بدأت المباراة بدأت المباراة وتامر بجاته بترجع الورا دي وليد معاز لقدام اننا بيرد على طول دفاع زمبابوي وتاني وليد معاز يبدأ من ناحية شمال ودي اوفر لقدام واول هجم المصر هو اوفر يا راجل يا خبر ابيض فرصة اكيدة بتروح من مصر في اول ثانية في اول ثانية من المباراة تفرق كتير دي هادي اللعبة هي تاني معلش اتلعبت على طول الباك اليمين مايك تيمبو يلعبها لقدام عندي فرانسيس مخطوفة وتاني ناحية اليمين لعلي ماهر انما يقطع الباك الشمال زمبابوي شيوبتر انما مخطوفة وماشي تاني من مصر علي ماهر وبلعبها عند وائل السمر انما بتعدي وتاني بيلحقها والباك الشمال احمد سام انما برا الملعب او او كده محتاجين والله ولادنا في السن ده طبعا تشجيع على طول لاني بقول لحضراتكو دي اول تجربة وادي لعبة لمصر من ناحية الشمال وبعرض الملعب النمجام ده بيجري الباك الشمال لزمبابوي جيوبتر وبيطلعها على طول تاني بتوصل لمصر ماشي يا سام عبدو وبيلعب لأوفر وبتعدي ان انا برا الملعب او بيصف اول تقريبا دقيقة ودقتين من المباراة بيجا فيه طبعا شوية شد عصب شوية دقتين النتيجة سف و سف وهدي لعب على طول لزمبابوي منقولة في نص الملعب مايك تيمبو اللي جاي هنا وهدي قاطع على طول لواقل السمر يلا يا واقل ماشي 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 واقل وبلعبة وعرض الملعب حلوة إنما على طول جورجي مديوة ماسك على طول نسلين على ثلاث دقايق جورجي بييده على طول للباك اليمين مايك تيمبو وتاني نقلتين ثلاثة وقالشا وماشي علي وبلعبة إنما على طول في إيد في إيد جورجي على طول تاني على طول للباك اليمين من الباك الشمال مايدا ريبسهم مقطوع عوائل السمر وماشي يلا يا واقل وبلعبة بعرض الملعب وليسة مع مصر وشوطة حلوة يا حضر البيون بتخبط في آيوم وتطلع وورا حلوة أوه 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 في ضغط من فرقة مصر وقد توقيفها على طول وتاني زمبابوي بتطلع أي حاجة إنما برضو ماعتمد جمال بيشيلها بره الملعب قوي ونيقبر ماعتمد على مهل ويوقف ونحيفرق كتير قوي الكورة دي لو جات في أول الماتش إنما معلش كورنر لزمبابوي هيلعبها فرنسي بتلعبت على طول ولسه تاني مع زمبابوي ودي أوفر بعرض المرعب بيطلع وليد معاز وتاني ريبسون بيقطع وماشي بقطوع علي مهل وبيطلع على طول الباك اليمين عصام وأصام بلعبها إنما بتغبط في 14 ميدا أو عصام عبدو تاني لوائل السمري وفاول فاول لصالح وائل السمري يلا عصام وتلعبت على طول على الأرض حلوة في حطة فاضية وترئيسا مبارة الملعب أو تاني مصر كورنر من ناحية اليمين وحيلعبها محمد صبر تلعبت على طول وعالية بيطلع كيبن قليد معاز وترد تاني لعصام عبدو الباك يلا عصام وبيلعبها على الأرض حلوة إنما مقطوعة ما يلحقش أحمد سامي ويمسك على طول جورج خمس دقايق والنتيجة التعادل سفر و سفر بين مصر وزمبابوي في تصفيات كاس العالم اتلعبت على طول وتاني محمد صبري ومن أولى بيطلع على طول الباك اليمين لزمبابوي إنما وليد معاز بيقطع يلا يا أولاد وأدي صبري بيلعب كرة قدام واقل السمري والباك الشمال على طول جيوبتر مغطي وبرى الملعب أوي السن ده طبعا الحقيقة بيبقى محتاج من الجهاز التدريبي لجهد كبير أوي محتاج تركيز وتحفيض لما بيبقى فيه فكر تكتيكي عالي بيحاول يدرب إن هو يعملوا معلعب هادي لعبة تاني لمصر ناشي من ناحية تانين ناشي يقدر لعبة برض الملعب وتلعبت على طول ويلا واقلوا بالعبة وترد تاني بيطالة ميدا لقدام ريبسل وادي صفارة صفارة والله يمان نشاور بيقول إنها طلعت برة الله يمان بيقول إنها طلعت برة تبقى لمصر ها فعلا ثلاث وخيلعب محمد صبري تلعب تلاتور على الأرض العالماء وهالي عايز يفوت وتاني برى الملعب كورنات مين متن بناشي وخيلعب تلعب تلاتور على الأرض تلاتور على أرض كورنات تاني لعصام عبد البكني مين وترئيسها على الأرض وحلوة من بعيد حلوة أوي 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 من محمد صبري كانت تتعاد قدامنا هيحل وأول فضافة بجل الشمال كنبلة ضربة مار ما حيلعبها نمرة خمستاشر لويد زعبت على طول كان يا سام عبدو دهالي ماهر وجوه الملعب لوائل السمن يلا لوائل ماشي بيحطها انما محدش راح محدش راح لوائل كان ممكن تستنى اتلعب طلطول تاني ما تنبناشي وليد معاز بيقطع انما زنفارة فاو داخلين على 8 دقايق والنتيجة التعادل صفر صفر بين مصر وزمبابوي واقع نمرة 9 من زنبابوي مكي ان شاء الله يتعالج ويقوم ويكمل مع فرقيته مباراة العودة بازن الله هتبقى بعد اسبوعين في زنبابوي فطبعا الفوز هنا في القاهرة يريح ويريح اكتر لو كان فارق اهداف اكتر من جنين تفرق كتير او قام مكي وحيتلعب الفاول لصالح زنبابوي اعرفين حضراتكم دلوقتي ان الاحتياطي بيقعد تسعة دلوقتي حسب التعديلات الجديدة في اللي اتعاملت من الاتحاد الدولي انما برضو التغيير المسموح بيه اتنين لعيد هادي واحدة راجع للجول وما يقدرش يمسك اتلعبت فعلا برجليه متأخر علي ماهر اتلعبت على طول لمايك تيمبو اللي بتحرك في كل حتة نمرة اتنين وتاني ريبسون ودي لعبات انما مغطي معتمة جمال وكريم مغني برضو برجله وبره الملعب قوي تبقى قوي تعالى مصر واتلعبت انما فعلا فاول سفارة فاول لمصر تلعبت الفاول على طول ما يلحقهاش احمد سامي طبعا فيه مشكلة في بداية المباراة لحد ما الجهاز الفني بتاعنا ما بيكتشف طريقة لعب الفرقة اللي قدامنا ان ما فيش اي معلومة اتوفرت للجهاز الفني عن منتخب زمبابو فده طبعا بياخد وقت شوية على بال الفرقة ما بيبان طريقة لعبها واخطر لعبتها ونقاط القوة والضعف اللي فيها قادي لعبة ناحية الوينجي الشمال لمصر وبرى الملعب تاني قاوت تلعب بطلع طول من احمد سامي لقدام انما بترجع من منه سبع طنجاي وكاني بيقطع طنجاي وقادي لعبة لريبسون وبيلعبها حلوة ناحية الوينجي ليمين وخطر وانما في زاقة زاقة لصالح احمد سامي تلعب بطلع طول صابري لقدام تامر بيجاتو يلا تامر بيسيبها لوليد معاز ووليد بيزقها حلوة الوائل السمري انما متأخر ومأطوعة لوك امرأة عشرة بيسندها لطنجاي ونجيبه يغير اللعب تاني ما اعتمد بيقطع في طويد كويس يلا بقا وتلعبت حلوة انما بيقطع بيقطع ميدا وتاني بترجع لميدا والضغط عليه وحلوة بتخلص العلماء ويقدر يمشي قدامه مساح ومشي فعلا عليه وبيلعبه بعرض الملعب يلا بقا يلا بقا وبترئيسه وبيلعبه وبيلعبه وخضره بياب مش ممكن مش ممكن بقوله اكيد 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 بيروح يا محمد يا صبري مش ممكن هادى اللعبة تانية وفت على الماهر ولعبها بعرض الملعب ايشوف حضراتكم انا مش هتكلم ايه يمكن تالت فرصة اكيدة بتروح في اول ربع ساعة يبان على طول طبعا شايفين حضراتكم اي من كابتن هاني مصطفى على طول وبيتكلم وزي ما بقول لحضراتكم يفرق كتير اوي الفوز هنا بعدد كبير من الجوان اوت على طول زنبابو تلعب اتناحية اليمين انما مايلحقهاش الويز نمرة 11 وبرا الملعب اوت تلعبت على طول بتوصل لكريم مغني لمعتمد جمال ماشي معتمد وعدة ونقل على احمد سامي الباك الشمال وراجع سامي تاني نقل النمى مش لحد توصل لزنبابوي وبتتلعب طويلة عند مايك تيمبول بلعبها بدماغه ناحية اليمين ولوك النمى معطوعة على طول من العارف وماشي وترامي تلقى وثلاثون لحمد سامي من مصر بعرض الملعب العلي ماهر وعايز يفوت علي وفات ان ما حط رجله معه برا الملعب اول مكي من مرة تسعة وتلعب التاني لها تبتقع من ايد الغول ان ما الله تحقها جورج ربع ساعة على ساعتي ومتيجة التعارض صفر صفر بين مصر وزنبابوي متيجة قدام حضراتك على الشاشة وعالية من جورج ومايك بدماغه وتاني العارف بيخلصها مايدا توقيفة احمد سامي ورا دي معتمد بيطلعها على طول لقدام وتوصل لنا من 11 ألويز وخدوه هات لوك وعالية انما كريم ماسك على طول برافا كريم وبايده على طول لعصام عبدو ماشي عصامو بالعافة انما برا الملعب قوت مالحقش تامر بجاتو وليد معاز خلاصة حلو قوي لتامر بجاتو ماشي تامر ماشي ماشي بالعابة بارض الملعب انما قريب منها جورج ماسك على طول برافا جورج كور اللي بالعرض طبعا تسبب خطورة جنب ده قوي 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 بالجول والخط ضاهر انما لما بتبقى بعيد تاني محمود العارف بيرد لعصام عبدو بيطلع ديفنس زنبابو انما فيه فاول فاول لزنبابوي ألعبها اللويل وعلى لقدام بيطلع ما تمد وفاول محمود العارف وليد معاز وبيلعبها ما بيطلع على الباك الشمال وبرى الملعب قوي وليد معاز تاني صانع لعب المنتخب تقريبا ودي علي ماهر اللي بتحرك ناحية المين انما بتطول برى الملعب قوي اللعبة طبعا كل ما بيبقى عالارض واسرع من كده ومن عالجناب بيخلق طبعا فرص ودي لعبة لزنبابوي ريبسون بياخد قوت تلعبت على طول القاوت وتاني عايز يفوت ريبسون مرة تمانية وبرى الملعب قاوت قاوت لزنبابوي هلعبها مايدا وعلى سدرو على طول بيطلع متحة عبدالهادي وبتروح ناحية الشمال وصابري بيغير اللعبة تاني عندي باجاتو وما بيطلع بفينس زنبابوي وهادي مايك تيمبو بيمرأة اثنين بيلعب النهاردة في نص الملعب على طول بتوصل تاني ده أحمد سامي محمد صابري وبياخد فاول بتلعبة الفاول لمصر على طول يلا علي علي ماهر بخدوهات مع متحة عبدالهادي ودي لعبة اللي قدام عن دباجاتو إنه مبعيد بتضربة مرمى لصالح زنبابوي وحوالي 19 ديئة على ساعتي على بداية شرط الأول والمباراة والنتيجة التعادل صفر صفر بين مصر وزنبابوي داني لويد إنه موادع طبعاً إنه في قرار قادي إنزار هنشوفي الإنزار هاهو إنزار لنمرأ 15 كابتن الفرقة لويد إنزار للويد يعطل طبعاً اللعب زي ما حضراتكم شايفين عايز يخرج بالمباراة بالنتيجة وعارف إنه بيلعب مع فرقة في ملعبها وبين جمهورها قادي لعبة تاني متحة عبدالهادي لقدام يلا وائل ماشي وائل السمر يوم عدي إنما مخطوفة وتاني بيخطف الباك اليمين لزنبابوي ونقل على طول لألويز ودي لعبة عالية وبيطلع دفاع مصر وليد معاز بيخلصها ودي نقلة حلوة قوي لوائل السمر يلا وائل يلا بقى هنا عايزة سرعة قوي بقى ماشي وائل إنما ملتقى في الكرة تحت رجل وتاني بتروح لمصر بيبدأ علي مائر تاني مع عصام عبدو وليد معاز وليد بيلعبها حلوة بيتامر باجاتهم إنما ما فيش حد مقرب وتاني بيخطف عصام عبدو إنما بيطلع زنبابوي وفيه فاول فاول على مصر واقع نمرة 13 فرانسيس فرانسيس إنما والله أنا رأي إنه لو ربنا ساهل وجبنا جول في الشوط الأول هيفرق كتير قوي معنا إن شاء الله واقع فرانسيس تقم 13 بيتعالجه 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 وحيتلعب الفاول لزنبابوي وتلعبت على طول بيرد متحة عبدالهادي لعالي ماهر عد عالي وماشي إنما كتير قوي كده ولسه مع مصر وليد معايز وبحطها حلوة أو 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 ودي ترئيسة أو لم والتانية بقى يلا هبا إنما بترده وبيطلع تاني زنبابوي والتاني متحة عبدالهادي بيقطع يسام عبدو وعالأرض إنما من غير ما يبص برا الملعب قوي بيتعاليمات على طول بيتشتغل من الجهاز الفني ودي أسام عبدو على طول لعالي ماهر والتاني بردو قاود لمصر بيتعالتول لمحمود العالف أول مرة بيطلع محمود وبياخد فاول من اللعبها الحقيقة محمود العالف اللي لفتوا النظر في نهاية الموسم اللي فات مع فرقة المقاولين فاقول له مصر هلعبها محمد صابري وصابري لعبها على طول إنما فيه جورج كرات السابتة زي ما حضراتكم شفتوا حاجات كتير قوي بيتعامل منها شغل ويامها فرقة بتكسب بيها جورج على طول بيشوت وتاني بتترد محمد صابري بيخلصها لقدام يلا علي علي مهر وطلع له وصاب عبدو تات علي لوحد وماشي وماشي ويلعبها إنما خاطت رجله معا خاطت رجله معا ميدر وبرها الملعب كورنا محمد صابري بتلعب طلع طول علي بيطلع زنباكم أحمد سامي بيرد إنما فيه جورج أقدر أقول بعد حوالي 25 دقيقة تقريبا النتيجة صفر صفر إنما جورج واضح إنه قول كويس وفاهم حرق وياقزة ومع كل كورة 25 دقيقة والنتيجة التعادل صفر صفر بين مصر وزمبابو تاني لويد هيلعب الفاول وبيلعبها عالية عند مايك مايك تيمبو إنما ما عصم عبدو وماشي عصم وبياخد فاول فاول لصالح مصر يلا ماعتمد تلاعب طالة طول عالية لقدام بتعدي عند وائل السمري بيحاول وائل فوسط 2 وبيلعبها وتامر باجاته تاني إنما وائل بيخلصها بدماغه وبيطلع لويد برا الملعب أول فبتفرق كتير قوي والله النهاردة لو الجمهور ما للملعب كانت تبقى شحنة حماس لولادنا وكان أداءهم بقى أحسن من كده عشر مرات هدي فاول تاني لمصر هلعبها متحط عبدالهادي وبالعبها حلوة يلا عصام عبد يلا عصام يزبط وبالعبها وبتلف وبتتلعب على طول وتاني بتطلع عندما لسه مع مصر يلا عصام وبرقص وتطول وبيطلع على طول ديفينسي زمبابو برا الملعب أول عايزة شوية تركيز والله وشوية سرعة في اللعبة الأخيرة نعمل نتيجة كويسة تاني علي ماهر من ناحية لمين ماشي علي إنما مغطي لويت برا الملعب أول لعيد فاهم برضو لويت ده واضح إن خبرته كبيرة وباسمه بسم الله ما شاء الله جامد أول مغطي وبيحط رجل وفقت مناسب أول مغطي وبيحط رجل وفقت مناسب أول مغطي وضع عصام عبدو مغطي وفقت مناسب أول لعب طلع طول تاني ماشي عصام وبياخد فاول مغطي فاول على ألويس المنة 11 كرة بقى من هنا ما يجبش ابدا انها تروح وتطلع بقى شوية اكيد طبعا في حاجة متفق عليها ومتدربين عليها وحنشوف اتصلحت ومحمد صابري بيشوت انما بترد ومعتمد جمال لوحده وتاني بيبدأ انها مراها او صفارة افسار على طول ماكي بيلعبها الريبسون انما مقطوعة وتاني اللويد لقدام لوك لريبسون تاني يدور على حد يديله وفعلا طلع الباكلي مي بيفكر شوطه حلوة انما بيمسكها كريم مغني على مرتين خواس النصاحي وبيمسك بياقوة تفاول شوطة والله مفاجأة من بعيدة هي وجامدة جرافا كريم تاني زنبابوي هذه لعبة لقدام عصام بلعبها عالية قاوت لزنبابوي حلعبها ميدان اتلعبت على طول ومايك تمبو بدماغو وبرا الملعب قاوت لمصر تمام ميدحة عبدالهادي على طول بيرجعها لكريم ومصفر الحاكم ميد دربة حرة غير مباشرة الكورة كانت راجعة من القاوت وحسابها دربة حرة غير مباشرة ودي الحقيقة يعني حقول بقى اللي أنا عارفه في التعديلات الجول مايمسكش الكورة لو زنينه تعمد انه رجعها له برجله انما في حالة القاوت مسموح بيها انما طبعا الحاكم هو صاحب القرار وحتتلعب الدربة الحرة الغير مباشرة وحوالي خمس ست لعيبة من سنبابوي شايفانا ريبسون وميدر وحنشوف مين اللي هيشوت وداخل ميدر وقام بروبسون وداخل وشاط النمى برا الملعب مالوش لزوم خلاص الحاكم ادى قراره مفيش حد من لعيبة المفروض يروح بقى ويحتك بيه خلاص اعدت اللعبة وتلعبت على طول عصام عبدو تاني وليد معاز وتاني زنبابوي يطلع محمود العارف على طوله قدام مغطي لويد مدحة بيرود وليد عصام عبدو اسرع يا عصام انما مخطوفة من مايك تيمبو وراء لويد وتاني عصام عبدو لعالمات مفروض لعبتنا ولادنا يهدوا شوية في الأداء والنقل يبقى أسرع ومن بعيد عشان ما نديش فرصة ليه الاحتكاب 32 ديئة والنتيجة التعادل 0-0 بين مصر وزنبابوي وده لعب المصر من التامر بجات ماشي تامر وداخل تامر إنما مقطوعة مقطوعة وتاني العارف يا علي ماهر يا الله يا علي ودي لعبة عنده وائل السمري وتاني برا الملعب أوت من تونجاي نمرة 7 أوت العب على الباك الشمالي أحمد سامي تلعبت على طول منقول إنما وليد معز بيخلصها كويسة أو بلعب على الأرض حلوة إنما راية وصفارة راية وصفارة أوف سايد راية من عبد العظيم عيسى أهو وصفارة ورافع إيده عبد الرحيم إبراهيم لربا حرة غير مباشرة لزنبابوي وحيلعبها لويد لويد كابتن الفرقان مرة خامسة تاني لعبة لزنبابوي ونقل برضو تاني لقدام إنما بره الملعب هاوت هيلعبها عصام عبدو الباك اليمن لمصر لعبت على طول وكاني برضو قاود من مكاي وعصام عبدو العلمان عايز يفوت علي وفات فات علي وماشي ماشي يقدر يبص بقى وتتلعب كويسة ودي تاني يوجد بنت الشمال وخلصها بقى يا خبرات بياض بتقف التورة تحت رجل محمد صبري ياه مش ممكن كور مش ممكن بتروح وتفرق معانا كتير قوي 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 تاني هيلعبها أحمد سامي وتلعبت على طول وكاني ناحية دوينج ليمين لزمبابوي وماشي ولعبه بعرض الملعب إنما برافو يا كريم ماسك على طول يلا يا عالي بتوصل لعلمان أسرع شوية عايز يفوت علي من ناحية ليمين فات فعلا كويس أول يلا يا عالي كمان ماشي ماشي إنما بياخد فاول فيه بستراكشن اعتراض كويس أولى واشتغلنا والله من ناحية ليمين عند عالي ماهر بس يبقى اللعبة أسرع من كده شوية فاول لمصر هلعب عصام عبر يلا عصام واتلاعبت وعالية إنما بيمسك على طول جورج أقول لحضراتكو واضح من أول المباراة إنه جول فاهم توقعاتكو هيسة وبتحرك وخبرته كبيرة قوي شهد جورج على طول وتاني وليد معاس لعصام عبدو إنما مخطوفة وتاني زمبابوي وهذه لعبة عند ريبسون بيطلع على طول مضحة عبدالهادي أولي سبعة وتلاتين تمانية وتلاتين دقيقة نتيجة التعادل سفر سفر بين مصر وزمبابوي وهدي وليد معاس ماشي يلا يا وليد وبيلعابها إنما مقطوعة مايك تيمبو منقولة لمايدة في الشمال عند ريبسون ومعها محمود العارف وماشي ريبسون ويرجع حوارة إنما برا الملعب أو نعبة على طول العالم إنما مقطوعة وتاني زمبابوي وبرضو مصر محمد صبري ماشي لوائل السمري ماشي وائل ماشي يلا وائل وبيلعابها إنما مقطوعة ومعتمد مغطي وقاطع لوائل السمري لأحمد سامي تاني ورع لواليد بيسقطها حلوة عند وائل السمري يلا وائل وبيلف نفسه وائل على طول إنما بيطلع تاني لفازن بابوي لواحده محمود العارف وبيلعابها لواليد إنما مقطوعة بندهي إحنا على نفسنا المساحة بنيسمح لهم بإنهم ما بيشتركوا وادي أوف سايد ضربة حرة غير مباشرة لمصر وهدي الهد كوتش بتاع زمبابوي أهو بيتكلم لعبتوا طبعاً داخل على الدي أربعين تقريباً والنتيجة التعادل سفر سفر خيهموا بقى إنو يطلع كده هدي لعبة المصر عنده تامر بيجاتو ومايدا مايك تيمبو تاني ومتشال على طوله وقالشة ناحية الباك اليمين تونجي تغير اللعب عندما يكتمبو إنما صمع عبدو حطوا الدماغ وبرى الملعب أوي عاوة تلعبها مايدا يدور طبعاً لحد من زماله وتاني إنما فاول لمصر فاول لصالح محمود العارف شواخد باله محمود هو لعبة الفاول على طوله عالية كان بيرد زمبابوي وهدي لعبة تاني ناحية المين عند ألويس بلعبها بعرض الملعب إنما بتوصله لكريم بلعبة بيدو على طول العالمات عالب يخلصها حلوة قوي لواليد معاس يلا يا وليده بلعبها وليد حلو لتامر بجاتو مش بصير ماشي تامر ماشي تامر وليد فاها بيطلع تاني مايدر وأسام عبدو وتاني تامر بجاتو ليه يا تامر ويلا عايز يفوت تامر وعدة عادة كويس قوي إنما بياخد فاول وميا تامر واضح إنهم أجسامهم أطول مننا إحنا لما نلعب القرى والأرض ومن بعيد ما فيش الاتحامات وما تبقاش الكرة عالية بنبقى أخطر قوي عليهم فاولا يلعبها عصام عبد الباكر يمين لمصر يلا عصام ولفاها على طول وبالعبها علي ماهر إنما فوق العرضة 42 دقيقة تقريبا والنتيجة التحادل 0-0 بين مصر وزينبابو تاني بيطلع ريبسون وبيلعب كرة قدام عنده لوك إنما بيقطع أحمد سامي حلو قوي لمحمد صابري وصابري بلعبها عنده وائل السمري وهدي مشوار بقى يلا يا وائل وبيلعبها إنما بتغبط وبرى الملعب قاود مدي قاود بربة مرمى عبد الرحيم إبراهيم ولوية التاني عندلوك معتمد لواليد وباكورد ألشا هي وتوصل لمايدر وتاني نقلتين تلاتة لما بنسيب لهم مساحات بيبقى فيه ثقة في أداءهم بياخدوا ثقة وبينقلوا وهدي لعبة إنما راية وصفارة أوف سايد العارف بلعبها على طول لعلي ماهر يقدر يمشي علي قدامنا مساحة كويسة أو هنا من ناحية المين علي ماهر وهدي مشوار يلا يا علي وماشي ماشي علي ولسا معا وبيعطها لواليد بيشوت واليد ألشا إنما بترجع تاني وتاني بيقطع وليد وبرضو زنبابوي معتمد لمحمود العارف ماشي محمود وبيبص بيشوت لمسر وبرو الملعب يهوت لمصر علي ماهر وبياخد فاول يا الله عصام وبلاش الكور العالية عشان الطول وهذه لعبة وطلع جور حاجات دي مسافات بعيدة المفروض انها تتلعب للعيب وريب ونبدأ اللعبة تاني وبعيدة عن الجول هادي لعبة تاني ريبسون وبينقل على طول ومايك تيمبو لريبسون ومنقولة ريبسون تاني نمرة تماني العيب كويس لاش والده والله انما محمود العارف بيلم كورتو وعلى طول بيشوت واحدة لقدام عند تامر باجاتو توصل لوائل السمن يلا يا وائل اهو كده على الارض لعلي ماهل ماشي علي ماشي علي بيلم علي ماهر وبالعبها حلوة يا وليد معاز عد يا وليد الساكة مفتوحة قدامه ماشي وليد ماشي وليد ماشي وليد يا خطبات يوم مش ممكن يا وليد مش ممكن في الديئة 45 تقريبا فرصة كبيرة او 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 فات حلو او 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 اللحظة الاخيرة دي بقى لازم يبص ويشوف ياه على ساعة حوالي 45 دقيقة تقريبا والحاكم بيلعب في الوقت بدل الضيع والنتيجة صفر صفر بين مصر وزمبابو عصامة عبدو اسامة عبدو قاوت لزمبابو هيلعبها مايدا سلاعبه تغلق الم Black scal واقات التاني من مايك تمبو ata عسام عبدالعبة على طول لباجاته إنما ليه بره الملعب قاوت لعبت على طول تاني عند علي ماهر وبره قاوت من ميدا يلا يا أولاد يمكن ربنا يكرمنا في لعبة كده ولا حاجة قبل شوت ما يخلص وعد عسام عبدالعبة على طول لقاوت تاني المصر وكامل قاوت طويل وتاني جوا المنطقة بيطلع الدفنس وليد معاس بيرد وتاني تونجاي بيلعبها النمرايا وصفارها اوف سايد بيرجع الحكم الكرة من مكانها تلعب بطلع طول لمحمود العارف ماشي محمود بيخده قاوت حلوة مع سام عبدالعبة وبيجري له واقل السمري وتخطط له حتة في حتة فاضية وبيلفها واقل انه مبارة الملعب كورنر كورنر لمصر هلعبها محمد صابري وتلعب بطلع طول لعلي ماهر وخده هاتمها صابري سيارة لسه مع محمد والله وبيلعبها وعالية وحلوة هول دول هول دول حلوة 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 أوي 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 بقول لحضراتكو لسه يمكن وربنا كرامنا فعلا كوره حلوة أوي 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 قريباً طلع بدماغه وقابلها جوه الجول 1-0 قابلها كويس قوي لازم الفرو دي بقى مصحصح ويتوقع على طول انه ممكن تاني لعبة لزنبابوي صام عبدو بيطلع علي ماهر وبرضو بيقري واقل السمري وما تنباً وكورة مع زنبابوي وكورة مع زنبابوي للعارف محمود العارف ماشي محمود وبياخد فاول فاول لمصر فاول 27-28 ثانية بيحكم اللقاء زي ما حضرتكم عارفين طاقم دولي من السودان عبد الرحيم وبيساعده عبد العظيم عيسى وعباس جميل وبيرأي بالمباراة كابتن سعيد بالخياط من المغرب والحكم الرابع من مصر كابتن عبد البديع حمادة دربة حرة غير مباشرة بزنبابوي زعبت على طول لقدام مغطي مدحة عبد الهادي وبيسيب الكورة بره الملعب بيدرب منتخبنا للشباب الكابتن هاني مصطفى وبيساعده الكابتن محمد علي مدرب اهد الجهازة هو اللي هو خطاب مدير اداري كابتن حسن علي مدرب حراس مارمة بكتور مدحة مصطفى طبيب كابتن كمال حافز اخصائي عليك طبيعي هذه لعبة لمصر له قدام وبجاته وتاني وليد معاز بياخد فول المفروض انه ولادنا بقى دلوقتي في الشوت التاني اهدى اصاب احسن كسبانين واحد صف ويبقى اللعبة اسرع وادي لعبة حلوة لقدام انما مغطي الويد وتاني تامر بجاته عايز يفوت عايز يفوت تامر عايز يفوت هبا وبتطلع بالناحية التانية واقل السمري بدماغه انما بيطلع ديفينس زنبابوي توصل لوليد يخطف ريبسون ومنقول على طول لتونجي الويد ويخطوه هات لالويز ومغطي ما تمج وبرى الملعك اول هادي احتياطي مصر صلاح عبد الشافي وعمد عبد الموجود وهاني العقبي وهشام حنفي وايمن الجمل اود الراجل عايز يلعبها فول رجعه الحاكم تاني تونجي وبرى الملعك اود لمصر برجله على طول كريم لمتحط ماشي متحط عبد الهاجي نعتمد وكاني بتوصل لمحمد صبري وبلعبها في حطة فضية حلوة عند علي ماهر يلا يا علي ماشي علي ماهر ويجب العياه ما تتشالش من علي ومقطوعة وتاني قلوب انما توصل لمصر وبياخد فاول فاول عصام عبد الباك اليمين وهادي جورج بيكلم زميله جورج مديوة وحيشوت محمد صبري شايف صبري ووليد معاز مين اللي هشوت وهادي تصليح على المتحدة بلادي وحلوة ساروخ ساروخ أرض جوه انما يدوب فوق المصر اليمين ضربة مرمى لزنبابوي واربع دقائق على بداية الشود التاني على ساعة والنتيجة واحد صفر المصر ويرد تاني محمود العارف عند علي ماهر وماشي علي ماهر من ناحية اليمين وبيلعبها حلوة انما طالع جورج ماسك قبل السمري وصير والله واقل السمري انما بيشاغب في الكهر العالية وتاني بيرد محمد صبري لوليد معاز يا الله يا وليد وبيلعبها حلوة وبيلعبها حلوة 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 يا سلام أو كده يا راجل خلي الإعلام بتاعت مصر تطلع بقى ونقول اتنين صفر بورة حلوة قوي شالها علي ماهر حلوة قوي 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 اتنين صفر بعد خمس دقائق علي ماهر بيجيب الجول التاني الجول التاني لمصر بعد خمس دقائق اهو هاد الجهاز اهو يا دوب بقى الجهاز الفني يشم نفس شوية انما يا سلام اهو كده اللعب السريع المباشر على طول ومن علي جناب هو ده اللي بيقول علي ده اللي بيجي بجوان ربنا يسهل الجمهور بيقوله لسه ربنا يسهل محمد صبري يسهل الجمهور بيحطها حلوة قوي لا احمد سامي بلعب بعرض الملعه وتاني السمر بالتافه يا خبر ابيان يا سلام كورة حلوة 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 قوي شوف السمر يتغير لها يا الباك والله اللي حتضف نفسه انما مشترك معاه السمر هاد لعبة تاني لزنبابوي وتوقيفة من ما تمت بيقطع وماشي معدي معدي يالله بقى وهاد لعبة تاني يتمر بجاته ويقطع حتمر ويخش انما مع الديفنس وطبعا النتيجة ما اينا مش عايز اكترها على الجهاز الفني واحتياطي زنبابوي واقع على ايده لعب زنبابوي اللي قطع اللعبة اللي فاتت محتاجين ولادنا والله في اول تجربة وهدي مدرب زنبابوي بيجري طبعا يشوف لعبه ان شاء الله يقوم ويكمل سليم اقول لحضراتكم اولادنا كانوا محتاجين الفوز ده عشان الناس تتلمى حواليهم وشوية يفرحونا شوية ونتبسط على بال ما يتعالج لعب زنبابوي واقول لحضراتكم ان هنا بالنسبة للاستاد ان شاء الله مبارات الاهلي والاسماعيل الودية في اعتزال الكابتن سابة البطل ومن جمعة اللي جاي ان شاء الله بالليل دي تقريبا هتبقى اخر مباراة على الاستاد عشان مروفات ابطالنا ابطال القوات المسلحة للاحتفالات باعياد اكتوبر العظيم لسه بتعالج لعب زنبابوي وشايف محمد صابري هيلعب الكورنر باحتياط زنبابوي من ناحية التانية بالعارف عايز يفوت يسيبها لعلي مائر فات علي وبيلعب اوفر حلوة اوي وهدي لعبة حلوة باكورد جانيبي من ملحة عبدالهادي قبلها عالطاير انا والله لوطل شوية كان بقى فيها كلام تاني لكن ملاحظين حضراتكم معايا بقى نقول حاجة في بكورة وضح ان علي ماهر بيختارق من ناحية اليمين وعامل شغل كويس اوي لعيب كويس ولفت النظر في فريق الترسانة السنة اللي فاتت في نهاية الدور العام لما خد فرصيره هدي لعبة تاني وليد معاس في نص الملعب إنما فاول فاول على زنبابوي لعبت على طول لوائل السمري بيخد وقات على طول تاني وهدي لعبة زنبابوي كامير بجاتو بيرود وتاني بيطلع الديفنس وضغط من فريق مصر وليد عامل شغل هايل الحقيقة وليد معاس في نص الملعب يكون اوفسايد قاسب اوفسايد ضربة حرة غير مباشرة اوفسايد مهيد كويس والله وليد معاس وعامل شغل هايل في نص الملعب تاني بيطلع بص وعايز يكوت احمد سامي بعد لعبة خلويز ومعه صابري بيحط رجل وبره الملعب اول ودخلين على عشر دايو النتيجة اثنين صفر لمصر ودخلين على عامل شغل وكاني لويد بيلعب كورا عن مهيد لويز انما تطور مباره الملعب اول بربة مارنا مهيد 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 كريم مغني شات وكاني زمبابو بيبدأ من ناحية المين وطنجاي إنما offside مهيد مصر اخر محمد صابري ماشي صابري تطول ماشي الورج الشمال اننا مغطي ميتحق عبلها دي وبيشيل على طول جامدة تامر بجاتو يخلي بالنا من الوفصايد وتامر بيلعب اننا محاطة الراجل رجله معه بره الملعب قاود قاود لمصر هلعبها احمد سامي الباك الشمال لتلعب تلاتون لمعتمد جمال لأحمد سامي تاني وبتوصل فعلا لأحمد ويقدر يفوت وعد أحمد وماشي أحمد يقدر يجيب كور يقدر يجيب كور بره الملعب بره الملعب يا راجل يا خبرة بياض يا أحمد لو بص وعملها كده على الأرض الوائل السمري أو أي حد يقدر يجيب كور معلش هيشوف اللعبة ماشي ازاي وجنبه وتامر بجاتو والنحية التانية وائل السمري كورة مع زمبابوي وبره الملعب أوت على مصر أوت على محمود العارف تتلعبت القرى على طول وتاني ما شوال السمري من ناحية الملعب ما شوال يقدر لعبة بعرض الملعب وتلعبت النمى ضعيفة يا سمري ضعيفة يا سمري وتاني زمبابوي ساقط في نص الملعب جونجي وليد معاس غريبسون ودي لعبة لقدام ناحية الشمال عند لوب وماشي ماشي ماشي ومعاة البريكرو معاة العارف وبره الملعب كورة كورة لزمبابوي من ناحية الشمال اتلعبت على طول عالية نخلي بالنا بيطلع معتمد على طول بدماغه التاني بيرد بزمبابو ووصل ناحية اليمين انها مضرافة على طول احمد سامي حاطب رجل وبره الملعب شوية لعبتنا بيكسلوا شوية بعد من النتيجة بقت اتنين سلط المفروض انا بقى ما تكسلش واضغط على طول واجيب التالت واجيب الرابع على طول عشان استريح تماما هده لعبة لزمبابو ناحية الشمال وتاني بيرد زمبابو بيطلع على الديفنس وبتقع ولوك بيلتوشها الحمد لله بره الملعب قوي خطر والله اللعبة اللي فاتت دي او شوف بيقع محمود العارف وبيلتوشها لوك وهو واقع من صفر لزمبابوي وخمستاشر دقيقة رشاد كريم الحمد لله اهم العارف ورجع بكتور متحق مصطفى وكابتن كمال حافز قالوا ماكيش حاجة لوك على طول محمد صبر صبر بيبدأ مع عصام عبدو يفاول وتاني نقل العصام واي احد الزحمة ليه عصام وبرى الملعب قوت على زمبابوي وادي احتياطي مصر قدام حضراتكو كان بيسخن سعبت على طول عند علي مهر ناحية اليمين وفايت علي انما طولت وبرى الملعب قوت ضربت مارمى لزمبابوي سعبت على طول بيلم تاني وليد معاز وبيرود بالعلي ماهر ماشي علي وبالعبها انما عالية في جورج نديوة وتاني متحط عبدالها دي بيرود وبتعدي لعلي ماهر وعلي بلعبها حلوة حي تلمينا عندي تامر في جاته ويقدر حصلها وبيلعب الأوفر انما جامدة بتلف بره الملعب قوت تغيير قريز البابوي شايف هنا كابتن عبدالبديح حمادة الحاكم الرابع اهو طالب يخرج نمرة 11 وحينزل نمرة 12 12 عمدين هنا او اخدين اسمه كريس 11 الويز هنشوف التغيير او التغيير فعلا نزل نمرة 12 خرج الويز نزل كريس في لعيب من مصر واقع واقع لعيب من مصر ونزلوا فعلا الجهاز الطبي دكتور مدحف مصطفى وكابتن كمال حافز وهدي والأستاذ عبدالمنع مامارا رئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضة والمسؤولين في اتحاد الكورا في زنبابوي محتاج اللاعب الناشئ في السن ده لجهد كبير او او زي ما قلت لحضراتكم قبل كده من الجهاز التدريبي لان بيبقى عملية التحفيض مستمرة على طريقة اللاعب او على جمل تكتيكية معينة بيتركز عليها بيبقى اللاعب عشان يحفظها ويقدر يطبق ان شاء الله مباراة العودة في زنبابوي بعد اسبوعين ام ام اعتمد ويتلعب الفول على طول علي ماهر وليد معاز ماشي وليد ماشي وشايع طريقه وليده ماشي ماشي وبالعابة بعرض الملعب التاني بترد بيطلع الديفنس والعارف على طول برا الملعب اوت تلت ساعة على بداية الشوت التاني والنتيجة اتنين صف لمصر تاني امنا تمانية من زنبابوي الليبسون ماشي من ناحية الشمال انما بيقطع عصام عبدو وتاني بتلف انما لم في راية انما ما فيه الصفارة والحاكم قالي العب وتلعبت على طيب وتوصل لوايل السمر الامة وايل كورتون لما برا الملعب اوت هاوة في زنبابوي تسمع ساعة على طول وتاني بيرد متحط عبدالهادي كريسي هون اللي لسه نازل المرة 12 بيلعبها تونجي انما عصام عبدو برا بو بيقطع في طويض كويس وبيلعبها للسمر انما طويلة وتاني بترجع للجول برضو برجليه وبياخد احمد سامي قاوت لمصر تاني زنبابوي لأحمد سامي حلوة محمد صبري لواليد مؤاز وليد بيلعبها حلوة لعلي ماهر في حتة فادي هو الجول علي وبيلعبها من فوق الجول يا سلام يا ولد يا ولد يا ولد برا بو او 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 يلعبها بوش رجله حلوة او 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 من فوق جول يا سلام سروق جميل او 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 من وليد معاز قبل ما اقول يا عالي برا باقول وليد معاز اللي لعب السروق 10 على 10 برا بو وليد معاز برا بو علي ماهر 3-0 او كده 3-0 بعد 22 دقيقة كورة جميلة اوي والله وليد فكرين اقول ايه بس اتفرجنا على لعيبة في نص الملعب طبار اوي كان على طول بيعملوا الصرهات دي لازم نذكر الكابتن رفعت الفناجيني ونقول الكابتن حسن شحاتا وكابتن شحتة الاسكندراني كابتن فاروق بعفر كابتن صفت عبد الحليم فيه لعيبة طبار اوي 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 تلاتة صف لصالح مصر ان شاء الله المباراة اللي جاية لولادنا نجوم من 19 دول الملعب يتملي والجمهور بازن الله يتبسط منكم ومن ادائكم ويجي يملى الملعب بعد كده بازن الله شايف من مصر نمر 11 هقول لحضراتكم مين اللي هيغير هذا الجهاز الخني على طول بيرضي تعليمات اللعيبة على طول وان وبرضو لعيب من زنبابو بيتعالج هيخرج محمد صابري نمر 12 شايف انا محمد صابري خارج نمر 12 والله جورج جوال ما تقدرش تعمل فيها حايا تعمل ماتش جايز النمى وهي دي كورة خارج محمد صابري من مصر هذه كورة هيشوفوا حضراتكم تعمل قاوت من تونجي وبرى الملعب برضو قاوت من وليد معازن لما ظاهر لمس لمس حج لعبت على طول وتاني لعب المصر عنده واقل السمري روح واقل ماشي 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 إنما حطت رجله مع الراجل وبرى الملعب كورنر كورنر اتلعبت على طول وتاني هشام حنفين مراحضاش هلل لسه نازل عايز يفوت هشام وفات إنما بياخد فاول وهي هشام إن شاء الله يقوم اتلعبت على طول تاني لحشام بإلعابها شامبة الصد وتاني احمد سامي ماشي بيعكس كرة حلوة قوي وبتقع من إيه جورج وتاني واقل السمري بلعبها يا خبر ابيض وبيجري جورج عليه أنه معالي ماهر وتطول منه قرصة كبيرة قوي 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 اللعب الحقيقة بقى فيه فعالية دلوقتي لإنه علت ثلاث خشبات على طول قدي جورج بالبوكس وبتقع والسمر بيحطها عشو هي دوب دخلة بتقبط في القايم وجورج بيكمل برجل النتيجة تلاتة صفر واقع لعيب من مصر ولعيب من زنبابوي وإن شاء الله يقوموا يكملوا برضو ولادنا دول الحقيقة كان ليهم وزرهم لما في فترة الإعداد لأنه كان فيه معظمهم زي ما قال الكابتن هاني مصطفى في السنوية العامة وكانوا في دبلومات يعني كانوا لسه بيمتحنوا لحد فترة قريبة أو إنما معلش الروح والعزيمة هي اللي بتعود وهدي الجهاز الفني كابتن هاني مصطفى والكابتن حسن علي والنتيجة تلاتة صفر وإدبام حضراتكم اتلعبت على طول دربة المرمى آود لزنبابوي لعبت على طول بما برها الملعب ثاني آود ثاني آود لمصر وعسامة عبدو على طول ومخطوفة توصل للوك لوك راجع وراء وتاني فرانسيس فرانسيس منقولها للباك الشمال واللي بلعبها على طول لقدام إنما تطول وبرها لبلعب آود نص ساعة تقريبا على بداية الشوت التاني وباقي ربع ساعة والنتيجة تلاتة صفر محمود العارف إنما بتطول وفاول فاول على محمود وإنزار جنبه الحكم وحضت رجله مع الراجل من وراء فاول وإنزار لسه واقع لعيف زمبابوي وتاني أوفر من زمبابوي أحمد سامي بيطلع على طول واخده هاد لما حضت رجله معاه نمرة 12 كريسي وبرها الملعب آود تونجي رامل آود على طول وتاني آود على زمبابوي ريسي تاني بيطلع على طول إنما بيتطلع بيتحط عبدالهادي وتاني لعبة ناحية لونجي الشمال إنما جنبه جنبه وبرها الملعب آود نعتمد جمال لو قدام عالية عند السمري وتاني وليد معاز تونجي وابناء لف نص الملعب فرانسيس بريسي إنما زاق تاول لعبة طلع طول ووليد معاز تاني وليد بيلعب كرة حلوة ناحية اليميل وتجابها كبيرة قوي لمصر ناحية اليميل وتاني بيقطع لفن زمبابوي ريبسون أخذ تريصها من عالي ماهر وبلعبها حلوة ناحية تامر بجهاته من ناحية اليميل وماشي تامر وبيسندها الوراء إنما من غير ما يبص وعالي ماهر نظاهر جاله شد ودي لعبة لزمبابوي وترجع وراء للويد وحاطت رجله معاه شام حنفي بره الملعب قاود واقع عالي ماهر من مصر وفي تغيير لزمبابوي نازل نمرة ثلاثة لاعب القاود تالة طول تاني بيوصل لتونجي بلعابة عالية لقدام بيطلع عسام عبدو وليد معاز وهذه لعبة تامر بقاته ناحية الانجليمين وتامر بزقاها حلوة بأيمن الجمل وبيأخذ فاول فاول لصالح مصر وفاول من مكان كويس قوي وتسقطت على طول وتاني عصام عبد الباكلي مينة ما تطول نعتمد جمال وليد معاز قويس قوي وليد الحياة في نص الملعب بتاع مصر وخدوهات لنفسه وليد وماشي إنما بيطلع تاني دفاع زمبابوي ولسه جوه الملعب طلع معتمد تاني وبيقطع على طول هشام حنف ماشي هشام وبيزقها حلوة قوي لأحمد سامي ماشي أحمد سامي بلعبة حلوة 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 والد بيحطها يا خبرة بيان النهاردة مش ممكن الآيم بيلعب مع زمبابوي في 3-4 كور ما لهمش حل هادي اللعبة بتتعدى يشوف أحمد سامي حطها عشر على عشر ووليد برضو بيركنها إنما في الآيم من تحت معليش إنما طول ما الواحد بيحاول بتدخلق الفرص واللجوان بتيج تاني لويد بيلعب كرة لقدام بيرد على طول مدحط عبدالهادي احمد سامي ومشيخ صايد تامر بجد ادي هجمة مرتدة لمصر ويقدر يفوت تامر وعدى انما فاول فاول متعمد هنشوف الحاكم مد ايه ادى انزار ادى انزار لنمراربا متنبنشي انزار متنبنشي انزار لنمراربا متنبنشي وليد معاز وجنبه سابها شام حنفي وبسقطه له حلوة او وليده هو يقول يلا وليده بالعبة برجل الشمال بتصد انما جورجي ماسي داني جورجي بيشوت او او لصالح مصر احمد سامي بلعابها لطول بيشام حنفي انما برى الملعب او ادي علي مهر الحمد لله اللي جاي بجنيني النهاردة وعمل ماتشي كبير او اطمأن على حسابته او واحد واربعين دقيقة على ساعتي وثلاثة صف كورنر لمصر حيلعبها شام حنفي اللي لعب الشوت التاني مكان محمد صبري يلا يهشام داخل يهشام ولعبها انما وارا وبترجع تاني عند احمد سامي يقدر يفوت احمد وفيه فاول في زقم احمد سامي مد فاول دربة حرة غير مباشرة لصالح زنبابوي واتلعبت على طول وتاني برا الملعب قاود وتلاعبت على طول ريبسون واتلعب ناحية الوينج اليمين وبتتلعب انما بيطلع تاني ديفنس مصر وتصليحة وشوتة وفي ضغط من زنبابوي انما بيطلع على طول الديفنس وتاني الوينج الشمال وخطر وبيلعبها انما ماسك كريم برا الملعبها كريم على طول وتاني حلوة وفاول فاول واحتكاك جامد قوي هشام حنفي انما ان شاء الله يقوم حصل احتكاك بين هشام حنفي ولعب زنبابوي انما ان شاء الله يقوم لتنين كل فرقة تقريبا عملت التغييرين وثلاثة صف زي ما قلت لحضراتكو فيه مباراة العودة بعد اسبوعين في زنبابوي يبقى رصيد وايسا لعابه معتمد زعبت على طول لقدام وايمن الجمال ماشي انما برا الملعب قاود قاود لزنبابوي ما تنبناشي هيلعب القاود من امره اربعة تلعبت على طول كريسي تاني كريسي بنقلها لقدام وادا لعبة من الوينج اليمين وانما معتمد قاطع بتوقيت كويس وماشي هشام حنفي وليد معاس ماشي وليده بلعبة حلوة في اليمين عند تامر بجاتر وتاني لوليد وحلوة انما تطول التوقيفة وترجع تاني لوليد وورا لايمن الجمل يدي لعبة لزنبابوي انما متحط على البلادي قاطع وبلعبة لأحمد سامي لمعتمد وبيجري له تاني وماشي ماعتمد وماشي داخل جول المنطقة وماشة جول لعبة برقل الشمال يااااااا قادي اللعبة هي ما اعتمد جاي من ورا وماشي ومعدي لو بص وزفط نفسه شوية كان ممكن تبقى فيها كلام كان بيقطع متحط عبدالهادي وهادي لما حلوة قوي من شام حنف انها مشوطة طلعت بعيد معلش ضربة مارمان لزمبابوي وتقريبا دخلين على دقيقة 45 والنتيجة تلقى صفر لصالح مصر جاب الجول اولاني واقل السمري في الشوت الاول وجاب علي ماهر جنين لمصر في الشوت التاني نتيجة المباراة واضحة طبعا على وش الجهاز الفني وادي كورنر لمصر من ناحية اليمين وهو بتلعبت على القايم القريب وبترجع تاني ولما من قصام والعابة بعرض الملعب وعايز يعمل عايز يعمل باكور كورنر إنما يدوب تلتش متحة عبدالهادي وبره الملعب قوي كياما بنشوف مدفعين في فرق كتير او بيتقدموا بيجيبوا جوال وادي لعبة تاني وليد معاز كريسي إنما بيتها احمد سامي عايز يفوت عايز يفوت احمد وعد فعلا وبيلعبها إنما لويد برا الملعب كورنر كورنر لمصر تلعبت على طول احمد سامي هيفوت احمد وبيلعب الاوفر إنما علي وبره الملعب اوت راجع احمد سامي هو بعض الاوفر اللي عمله تلعبت على طول دربة المرمى تلعب ت Laure icon تلعبJA تلعب 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 مبول Wennين وعوة احمدوا يετεزون ترجمة نانسي قنقر